هذا الفيديو خاص بالناس اللي اسكنوا في فرنسا وخاصة اللي عندهم double nationality يعني عندهم فرانكو أرجيريا ولا فرانكو تونيزيا ولا فرانكو ماروكا ولا فرانكو إيجيبسيا هذا القانون جديد اللي رهم حابين يديرو حابين ينحيو double nationality يعني للناس اللي عندهم مستويجي الجنسية هذا اللي خوتي رهم الحزب الجديد هذا تاع ماري لوبين رايحين ينحيو هذي سواء the guardie la nationality frances ولا the guardie la nationality d'origine تاعك أرجيريان ولا ماروكين ولا تونيزيان هذي هي اللي صرح بيها العضو في حزب ماري لوبين اللي يسموها سيباسيا شيني السمانة اللي فاتت وقلهم باللي في الكونين جوحنا يا في الحزب بتاعنا رايحين نحيو هذي نخليو nationality واحدة باركنخ اللي nationality الاخرين يعني في الأوروبية باركزمبل إيطاليا ولا إسبانيول ولا يقرديو la double nationality وهذي تسمى discrimination يعني التمييز العنصري ولا العنصرية هذي كلها ضد العرب والمسلمين إما لا ديروا حسابكم أخوتي منو هكذا ألا بنا باللي راح تنجح ماري لوبين في المستقبل إن شاء الله ما تنجحش أقولكم بارك الله فيكم والسلام